شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فعليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ومسابقة الابتكرات العلمية في دورتها الثالثة والتي تنظمها القوات المسلحة على مداري عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية بمشاركة العديد من طلبات الجامعات والمدرس المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي فعليات المؤتمر العلمي الدولي الرابع للاتصالات ITC إيجبت 2024 ومسابقة الابتكارات العلمية في دورتها الثالثة ISEC 2024 والتي تنظمها القوات المسلحة على مداري عدة أيام بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية بمشاركة العديد من طلبة الجامعات والمدارس المصرية والدولية والخبراء المتخصصين في المجالات العلمية والتكنولوجية وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة وألقى الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بالبحث العلمي ودعم الباحثين في شتى المجالات العلمية مما يساهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والعلماء من مختلف دول العالم وألقى الأستاذ الدكتور يحيى عنطر الأستاذ بالكلية العسكرية الملكية بكندا والرئيس الفخري للمؤتمر كلمة وجه خلالها الشكر والتقدير للدولة المصرية والقوات المسلحة على تنظيم هذا الحدث العلمي الهام الذي يهدف إلى إثراء العمل البحثي العلمي والارتقاء بمستوى العلم والمعرفة والاستفادة من التطور المتسارع بمختلف المجالات العلمية كما قام القائد العام للقوات المسلحة بافتتاح معرض المشروعات الهندسية الذي يضم العديد من الابتكارات التكنولوجية لطلبة الجامعات المصرية والكليات العسكرية مشيدا بالمستوى المتميز للابتكارات المشاركة والتي تعظم من أوجه الاستفادة العلمية ووجه السيادته بضرورة الاستفادة من تلك المبتكرات بالتعاون مع إدارة البحوث الفنية والتطوير وباقي الإدارات والأجهزة المعنية بالقوات المسلحة ترسيخا لمبدأ بالعلم تتطور الأمم وترقى الشعور اشتركوا في القناة